مبارح أنظار العالم كلها كانت متجهة لقرتي أسيا وأوروبا علشان كده هنكون مع حضراتكم النهاردة في تغطية مباشرة لآخر التطورات وهي الأحداث في الأزمة الروسية الأوكرانية لأن من حوالي ساعتين تحديدا بدأت هجمات اليوم التاني على التوالي في العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا وكالة الأنباء الفرنسية قالت أن روسيا استأنفت الهجوم على كييف بالسواريخ وطبعا في الـ 24 ساعة اللي فاته كان فيه أحداث كتيرة متسرعة لأن إدرة الضربات الجوية والصاروخية الروسية في أنها تحيد البنية التحتية لسلاح الجو الأوكراني والنقاط الحدودية الأوكرانية كمان أعلن الجيش الروسي أنه حق قدر كبير من أهدافه في اليوم الأول وتعطيل 83 هدف أرض للبنية التحتية العسكرية الأوكرانية طيب على الجانب الآخر شفنا ردود الفعل سواء من التصريحات الغربية والأوروبية المنددة لهذا الفعل وأيضا التصريح بتوقيع عقوبات اقتصادية على روسيا اللي أعلن عنها الاتحاد الأوروبي وأمريكا في محاولة للضغط منها على روسيا بكل الأشكال الممكنة ولكن حتى هذه اللحظة لم تحدث جدوحها في كل الأحوال يعني العمليات العسكرية بدأت ومحدش هيقدر يعرف هتوصل لحد فين لأن في تطورات كثيرة بتحصل سياسية وعسكرية وكمان تدعيات اقتصادية كبيرة سواء أسعار النفط أو البرصات العالمية يمكن من ضمن التطورات العسكرية اللي أعلن عنها الجيش الأوكراني هي أن القوات الروسية بتهدف إلى الوصول للعاصمة الأوكرانية ده غير أنها سيطرت على جزيرة زامني بالقربة من أوداسا وكمان سيطرت على موقع تشير نوبل النووي وعشان كده خرج الرئيس الأوكراني وانتقت حلفاءه وقال تركونا وحدنا لمواجهة روسيا تركونا وحدنا لمواجهة روسيا كانت هي زي ما قالت بسانت تصريح الرئيس الأوكراني يمكن الرئيس الأوكراني قال كده لأن البيت الأبيض جدد التأكيد على أن واشنطن لن ترسل جنود إلى أوكرانيا ومش هتدخل فيه عمل عسكري في كييف لكن خلينا أقول لحضراتكم أن النهاردة فيه مصار سياسي جديد للأزمة لأن النهاردة مجلس الأمن الدولي هيعمل جلسة طارئة جلسة دي هتكون للتصويت على مشروع قرار قدمته لولايات المتحدة وألبانيا القرار ده بيدين روسيا ويطالبها بسحب قوتها من أوكرانيا لكن مشروع القرار ده موضوع تحت الفصل السابع من ميطاق الأمم المتحدة اللي بيتيح استخدام القوة لتطبيق هذا القرار أكيد مهم أن يكون فيه تحركات السياسية وديبلوماسية كمان فيه تصويت النهاردة في مجلس الأمن ولازم ناخد في الاعتبار أن موسكو بطبيعة الحالة تستخدم حق الفيتو على الجانب الآخر هيكون النهاردة فيه اجتمع لقادة حلف النيتو عشان ينقشوا الوضع في أوكرانيا والخطوات اللي المفروض يتوفقوا عليها على كل الأحوال نحن النهاردة هنتابع مع حضرتكم تخطية تفصيلية للأحداث وكل المصارات الخاصة بالأزمة وماذا يحدث في أوكرانيا الآن بنصباح لحضرتكم صباح الخير يا مصر